حالة حفتر الصحية باتت حديث وسائل الإعلام المحلية والصحف الأجنبية منذ يوم الاثنين تدهور خطير لحالة قائد ميليشيات الكرامة الصحية ولا زال المقربون منه وقيادات معسكر الكرامة يتكتمون على الأمر رغم تأكيده من مصادر إعلامية مختلفة بصدر مقرب من حفتر كان قد أفاد للنبأ بنقله من الأردن إلى فرنسا لتلقي العلاج عقب دخوله في غيبوبة جراء أزمة في الرئة وأوضح المصدر أن حفتر أصيب بذيق في التنفس ليلة الاثنين وغاب عن الوعي وأدخل إلى الإنعاش بعد أن كشف طبيبه المعالج عن احتمالية إصابته بجلطة في القلب بسبب ماء في الرئة دون الكشف عن الحالة الصحية الراهنة لقائد الميليشيا راديو فرنسا الدولي نقل عن مقربين من حفتر أنه يعاني من مرض السرطان منذ أشهر ويتلقى العلاج بشكل دوري في الأردن بدورها قالت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة أن حفتر تعرض لجلطة دماغية ما استلزم تدخلا سريعا ونقل من عمان إلى باريس وهو ما يؤكد رواية مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق للنبأ دخول خليفة حفتر في غيبوبة بعد استعادة وعيه ليلة البارحة في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية التي يرقد بها منذ خمسة أيام مراسل صحيفة الإكسبريس الفرنسية إيغو فانسو نقل عن مصادر دبلوماسية أن حفتر يرقد في إحدى المستشفيات منذ الخامس من الشهر الجاري دون أي تفاصيل عن حالته الصحية من جهتها أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن قائد ميليشيات الكرامة في حالة صحية حرجة بفرنسا أزمة حفتر الصحية بدأت تدعيتها تنعكس على المشهد العسكري في المنطقة الشرقية وحتما ستكون لها انعكاسات على الساحة السياسية والأزمة الليبية ككل ففي أولى التحركات أكدت مصادر مطلعة عقد اجتماع موسع في الرجمة لقيادات من قبيلة الفرجان الموالين لميليشيات الكرامة بحضور ضباط مصريين لتدارس آخر المستجدات وكيفية التعامل مع الأزمة رئيس مجلس النواب عقيل صالح وعلى إثر الأزمة يتعرض إلى ضغوطات من أجل تعيين قائد عام مؤقت لما يسمونه الجيش في المنطقة الشرقية بحسب مصدر مقرب من رئاسة البرلمان رغم نفي صالح للنبأ التواصل مع حفتر وعلمه بحالته الصحية مصادر خاصة للنبأ أوضحت أن قيادات من قبيلة الفرجان رشحت كلا من نجل قائد ميليشيات الكرامة خالد حفتر ورئيس أركان الميليشيات عبد الرازق النظوري وآمر الكتيبة 166 عبد السلام الحاسي لشغل المنصب تدعيات أزمة حفتر الصحية على الميدان بدأت كذلك في البروز حيث أفادت مصادر للنبأ بانسحاب قوات محمد البعيش الفرجاني الموالي للميليشيات من المنطقة الممتدة من الوادي الحمر وحتى راس لانوف إلى جدابيا إضافة لانسحابهم من محاور القتال بدرنا كما انسحبت أغلب قوات ميليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة ولم يبقى إلا آمير جهاز القضاء والسيطرة عون الفرجاني وحده بحراسة مخففة حسب المصادر التي أكدت مغادرة خالد وصدام حفتر مقر الرجمة بشكل سريع بعد ورود أنباء عن هجوم محتمل لمسلحين من العواقير على المقر غياب الشخص الرمز في الميليشيات الذي بنى شبكة علاقات دولية كبرى تدعمه بالمال والسلاح لفرض الخيار العسكري في ليبيا سيكون له دون أدنى شك تدعيات وخيمة على معسكر الكرامة خاصة وأن الانشققات وصراع الأجنحة بين الميليشيات قد تفاقم في الفترة الأخيرة وربما سيكون لغياب حفتر عن المشهد الليبي إنعكاسات إيجابية على الأزمة الليبية التي كان حفتر يشكل أكبر العقبات أمام انفراجها فهل تنتهي عملية الكرامة بغياب حفتر عن المشهد بسبب المرض وإلى أي مدى قد يسهم انتهاء دور حفتر في المشهدين العسكري والسياسي في حل الأزمة الليبية